ويا أنا ناشدت بمظلومية ناس مقاتلين أعجان الردة سريعاً مثل ما جاء هذا الرد لما تمسون أنتم خباً مختلفين عن غيركم أريد أن أعلق على الرد الذي جاء من وزارة الدفاع بخصوص المقطع الذي نشر من خلال هذا البرنامج وقناة التغيير الأخوة في وزارة الدفاع قدمت بيان تقول تود وزارة الدفاع أن توضح بشأن ما تحدث به مقدم برنامج من بغداد الإعلامي نجم الرباعي ونشهر مقطع فيديو لرئيس الدارة القانونية اللواء الحقوقي خالد جبار إسماعيل ألاتي أن الضابط على تسنم منصب كرئيس للدارة القانونية بتاريخ 24 حزيران 2023 بأمر من السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وهو من الضباط الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية ومتدرج بالمناسب من رتبة ملازم حقوقي لغاية رتبته الحالية ولديه خدمة في صفوف جيشنا الباسل أمدها 32 سنة وأن ظهوره بمقطع فيديو للتأشير على كتاب مباشرته بالمنصب هو إجراء إداري يخص تسنم المنصب ولم يتضمن أي إفشاء للمعلومات التي تخص المؤسسة العسكرية أو الدائرة القانونية أنا عندي رجال يا حمزة عندي مجموعة ملاحظات أنا ما أعرف السيد اللواء الحقوقي وما عندي مشكلة مع السيد اللواء هو ولا غيره أنا عندي شيء واحد المؤسسة العسكرية العراقية عندي خط أحمر زين ولا يجوز أن يعني يتم الحديث عنها بسوء هذا ثابت عندي والأخوة القيادات والوزراء اللي تعاقبوا على هذا يعرفون أنا وقناة التغيير زين لكن البيان يا أخوان أنا ماردت السيرة الشخصية ما تعرضت للسيرة الشخصية بحيث أنت بيانكم يتعرض للسيرة الشخصية للسيد القائد والنزاهة والكفاءة شون علاقة الكفاءة والنزاهة بالموضوع الذي تقدمت به هذا زين خليني أقول لك يا سيادة اللواء أو من أصاغ البيان خليني أقول لك كتاب تسنمك أنا نزلت تقرافك أنطوني الصورة لما نزل نزوم أنت شمهمش هذا أمامك يا سيادة اللواء السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد وزير الدفاع هذا الآن هذا إحنا خد نازوم نعم هو كتاب تكليفه ويكتب السيد اللواء الله يطول عمره أنه المكتب للنشر بأوامر القسم الثاني مو هذا أولا النشر بأوامر القسم الثاني خب هاتسة واضحة واضح ارجع لي سيادة اللواء أنت قرت نشر بأوامر القسم الثاني وصورت الفيديو ونشرته وأنا أقول لك هسه أوامر القسم الثاني نشره لك وأنا أيضا رح نشر لك ونشرت لك أمام كل العراقيين أنه أنت صرت رئيس الدارة القانونية مبروك وألف مبروك لكن يا سيادة اللواء رح أقرأ لك الكتاب اللي جاءك من مكتب القادة العام للقوات المسلحة شي يقول إلى الدارة القانونية الموضوع الحاق ضابط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء السكرتيري الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة أسمع السري والشخصي ويفتح بالذات السري والشخصي ويفتح بالذات 2008 على 629 5040 في 20 حزيران المبلغ إلينا بكتاب الأمان العام السري السر العام الكتاب بكتاب أمانة السر العام السري والشخصي ويفتح بالذات 17650 زين أخويا سيادة اللواء أنت قانوني قانونك ليس مثلي أنا يقول لك سري وشخصي ويفتح بالذات شابت ليس الصورة والسوء في فيديو ليس الصورة في فيديو مو سري وشخصي أنا من أتحدث بهذه أو القناة نتحدث بهذا لأنه هناك قانون من القائد العام رئيس الوزراء بمعاقبة من يفشي ومن يظهر كتب خاصة أو تتعلق بالدولة هذا كتاب يتعلق بالدولة وطهتك رقمه وتاريخه يقول شري وشخصي المبلغ من أمانة السر العام مكتب القائد العام القوات يفتح بالذات ما كفرنا يا سيادة اللواء وإن شاء الله سير وزير الدفاع يا رب زيان ولكن نحن ننبه أنت وغيرك 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 حتى لا يكون الآخرين يحذون هذا الحذو هذا أولاً ويا أنا ناشدت بمظلومية ناس مقاتلين ما إجانا الرد سريعاً مثل ما جاء هذا الرد لما تمشون أنتم خبا مختلفين عن غيركم أنا اللي أشهد أنه مكتب السيد رئيسر كان الجيش حتى بعد ما ينتهي البرنامج بأي مناشدين ناشدونا ويسألونا وين بهذا السرعة اللي رديت بها لازم ترد أيضاً على مظلومية الآخرين وراح أراقب هذا اللي ريت توضح لك يا سيادة اللواء ومبروك عليك المنصب لكن عليكم الانتباه نحن هنا نبصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر